هي موقعين للميليشيات الإيرانية في بادية الميادين أو في ريف الميادين والقورية أدت لمقتل أربعة من العناصر السوريين العملين مع القوات طبعاً الغارات جاءت أن كان هناك محاولة لحقل العمر النفطي يعتبر أكبر قاعدة أمريكية في سوريا من قبل هذه المجموعات بطائرة مسيرة وصاروخ جرى تدمير المسيرة من قبل التحارف الدولي وسقط الصاروخ في منطقة بعيدة عن قاعدة حقل العمر النفطي ولكن دعينا نتحدث بواقعية بأن الآن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم بأن إيران تمر في مأذق في منطقة غرب نهر الفرات الشرق في محافظة دير الزور نتيجة التوترات الموجودة في المنطقة نتيجة الاشتباكات العشائرية وهي تريد أن تقضي على النفوذ الإيراني في مناطق غرب الفرات لذلك نشاهد تصعيد الأمريكي الواضح والمؤلن الآن ضد الميليشيات الموالنة لإيران في الأراضي السورية طيب أستاذ رامي هذه الضربات الضربات التحالف تتزامن مع ضربات إسرائيلية تستهدف الفصائل الإيرانية هل يمكن القول بأن هناك تنسيق أو بينك أهداف مشترك بين الطرفين؟ بشكل قطعي والمفارقة الذين قتلوا أو بعض الذين قتلوا بالاستدافات الأمريكية ينحضرون من بلدة حطلة الواقعة ضمن القرى السبع في شرق نهر الفرات والذي قتلت زوجته وأطفاله في استداف السيدة زينب هو القادة الدينيين الموالين لإيران والذي يعمل على تجنيد المقاتلين الموالين لإيران في الأراضي السورية وتحديدا في محافظة دير السور هو أوصيب بجراح خطيرة وأيضا ضمن القتلة مقاتل يعمل مع الميليشيات الإيرانية وهو من بلدة حطلة هي أن الأمر يتعلق باستهداف المجموعات الموالين لإيران سواء في السيدة زينب أو في دير الزور وقبل أيام عندما جرى استهداف أيضا أو قبل أسابيع استهداف دير الزور من قبل إسرائيل قتل أربع أيضا مقاتلين من بلدة حطلة في الاستهداف الإسرائيلي لتلك المنطقة لذلك نقول بأن الأمور مرتبطة بمحاربة الوجود الإيراني داخل الأراضي السورية يعني القرار سيد رامي هل أتخذ بإنهاء التواجد الإيراني في سوريا نهائيا؟ نعم بشكل قطعي بشكل قطعي هو هذا الأمر يتعلق إذا تحدثنا عن البوكمان تقع لعندودة سوريا العراقية وسيدة زينب في جنوب دماشي يتعلق بإنهاء الوجود الإيراني داخل الأراضي السورية طيب بعد هذه الضربات أستاذ رامي حسب المعلومات المتوفرة لديكم هل هناك إعادة تموضع لهذه الفصائل الإيرانية؟ هل هذه الضربات تؤثر عليها؟ هي في أعادة تموضع مستمر هي لا تتوقف عن التموضع لأنها تخشى الاستهدافات الأمريكية ونشاهد بمجرد أن يكون هناك افتهداف أمريكي يكون هناك قتلى من قبل هذه الميليشيات العاملة مع إيران والذين هم غالبيتهم من السوريين الذين وضعوا في هذه المقرات بعد أن حسر وجود أو تخفت العناصر الغير سورية التي كانت تشرف على الميليشيات الإيرانية في الأراضي السورية أشكرك جزيلا شكرا على هذه المداخلة كنت معي من القاهرة رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان